حريشة تحمرت الوجه بنينا بثاث شيشة وسهلة وسريعة إذا جربتوها ستحمق عليها الخطوة الأولى كان دهن المقلة بالزبدة كان رشها بسميدة بالنسبة القطر الميقلات 27 سنتيم تنخليها على جانب في زلافة أو أي إناء كان وضعوا جوش كيسان السميدة مايو عادل 300 جرام رشيشة ديال الملحة مع علقة صغيرة ديال السكر نخلطو النواشف بشكل جيد ثم نضيف استجرام ديال الخميرة ديال الحلوة ما ندرش الكيس كامل كنخلي فيه واحد شوية وعلى جانب إما في قرعة أو في زلافة غادي نديروا هاد المكونات السائلة ونخلطوهم بشكل جيد وضعت حبة من البيض ربع كاس ديال الزيت وكاس القياس ديالو 200 ميليليليتر من الحال إذا عبرتو بكاس العنبة ديرو كاس ونص أما الزيت ركن نفس كاس العنبة بالنسبة لي عندهم مقلة صغيرة غادي تعبرو بكاس صغير كاس العنبة كان حكم الإغلاق ديال القنينة وكان نخلطها مزيان ام دا درسوا هاد المكونات فشيز لفة أخرى اطربوهم بشكل جيد بالفورشيتة بشكين ساجموه مزيان على السميدة اللي خلطنا في اللول كان زيت غير مع علقات الزيت وكان بسبسها من الاحسان ديرو هاد الخطوه هاد في اللول أنا خليت سميدة على جنب خلطها سميدة سميدة ونخلط بسرعة لان استميدة تشرب لها المقلات نجدها على جانب لاحظوا معي الخليط كيف يكون خفيف سميدة فشيزة كيف يقرح المقلة نضيف المقلة بسبب الزيت ومقلة حيث الخالد والمقلة 27 سنتيم نقص نقص من الاخير درسوا 24 سنتيم كيف يقوم بشرين سميدة وزيت يقوم بإضافة ونقوم بإضافة ونقوم بإضافة نقسم الخليط على جوش نقوم بإضافة ونقوم بإضافة الزيتون نضيف المقطع يعمل الزيتون الخضر لا تتالي يقوم بإضافة الاشياء اكتير اضافة الزيتون و نضيف الفرماج يجب حبات كافية و نقطع طويلة و لا يجب عليك من الحرشة و نضيف الفرماج حتى يجب ان يضيف نضيف في الحرشة و لكن الكمية تقل و تكتر نضيف الفرماج و النوم فكتر و نضيف و نضيف و نضيف يحدث مختلف و يمكنك أن يضيف و يضيف طعماطي في الحرشة نضيف الحرشات على جنب لا يشعر الحرشات على جنب وضعت القرعة حليب لا يجب أن تضيف الحليب لا يجب أن تضيف الحليب لا يجب أن تضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب تصنيع نملك تسعيد نجد سميدة ورسي الوجه بشكل جيد نرجع على الواسط وعلى الجواند وضع الطيب على نار متوسطة نرى خطوة منمر خطوة ندور المقلات من هاد الشيه ومن هاد الشيه باش تاخد لنا واحد الاحمرات من جميع الجوانب نرى هات حمرات نحيدها من المقلات بسهولة ومن بعد تندهل المقلات بالزبدة وتنقلبها هاد الاسفل دي لها ما شاء الله كتجي محمرة ومدهبة وكتجي محمرة كذلك كيف من الاسفل كيف من الوجه من بعد ما كالطيب كيكون هاد الشكل ها نقدمها وهي سخونة وفي حالة اذا مثلا كدرتوها كبيرا وبقتلكم غير كتعودوا تسخنوا كترجع للطروة دي لها سوف يقسمتها معكم على شكل متلاتات وكيكون هادا قوامها من الداخل كتجي رائع جدا اضغطها وراطبة زيتون والفرمج والزعتر كتجي محمرة نتأكد ان شاء الله نتعجبكم بزاف بزاف وكذلك ممكن تقسموها واتدهنوها باش ما بغيتو بعد نقسمها معاكم ضروري تشوفو كيف تجي دك سميدة حبة حبة دك الزيتون والفرمج كيف يجي في الواسط طبيعة الحال اذا كان يعجبكم شي اشي اخرين في الحشوة ممكن تدعوها من الواسط بالفرمج والجبن و تقدموها متأكد اذا جربتوها تجمع مابل هشاشة الرطوبية والاسفنجية واحد الحرشة لا تردوش وجربوها متأكدة ستعجبوا ولداتكم وعائلتكم وكل منطقها عندكم خليتليكم الراحة السلام عليكم لا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عن طريق المحن عن طريق المحن الكثير انترقوا في القناة مسيارة اشتركوا في القناة